ترأس رئيس الحكومة عبد إله بن كيران يوم الخميس مجلساً للحكومة تم في بدايته تدارس مشروع مرسوم بقانون بنسخ الظاهر الشريف في سنة 1961 المتعلق بإحداث المنطقة الحرة بميناء طنجة وتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي بسن نظام عام لمحاسبة العمومية والثاني بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنة وسياسة المدينة فيما يتعلق المشروع الأخير بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بلدنا أعطت انطلاق لواحد سياسة جديدة لمجال الهجرة بعد مبادرة الملكي السامية وبالتالي كان ضروري مراجعة المنظام للوزارة ودمج هذا المجال وتحديد المنظام الجديد حسب هذا التوجه الستراتيجي بلدنا وبالتالي أن هناك خلق مديرية خاصة لمجال الهجرة واختتم المجلس أشغالها بدراسة مقترح تعينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور